يسأل متى تقضى سنة الفجر للعلماء في ذلك أقوال أحدها أنها تقضى بعد صلاة الفجر وهذا قول الشافعية رحمهم الله ومما يؤيدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس لكن صلى سنة الظهر لما فاتت صلىها بعد العصر فمع أن وقت الظهر انتهى لكن صلىها بعد العصر في وقت النهي فهذا أحد الأدلة الشافعية على أنها تقضى بعد الفجر أعني سنة الفجر واستذلوا كذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها وهذا رأي الحنابلة بالجواز وإن كان الأفضل عندهم بعد طلوع الشمس لكنهم يجوزونها بعد صلاة الصبح بارك الله فيك هناك أقوال أخر للمالكية بأنها بعد الصبح وبعد الشروق والأحناف يمنعون لكن هذا الرأي الذي أختاروه رأيه الإمام الشافعي ترجمة نانسي قنقر